طوال انتهاكات الإمارات في اليمن هذه المرة تحقيق أجرت وكالة سوشيت بيريس عن انتهاكات جسيمة وقعت في السجون الإماراتية في اليمن المعتقلون أوضحوا أن التعذيب كان يتم وفق جدوال زمني محدد الضرب أيام السبت التعذيب أيام الأحد والاثنين استراحة في الأيام الثلاثة الأخرى تعاد الكرة ذاتها في أيام الجمع يحين وقت الحبس الانفرادي على مدى ثلاثة أعوام الماضية ظلت الإمارات تنشئ سجونا خاصة تودع بها المعارضين لأنشطتها وهذا ما يؤكده بعض المعتقلين الذين أكدوا أنهم ضلوا لأعوام دون تهم تنسب لهم شهود عيان قالوا أن حراسا يعملون تحت إشراف ضباط إماراتيين يستخدمون عدة أساليب تعذيب وإذلال جنسية وأضافوا أنهم يغتصبون معتقلين ويلتقطون مقاطع فيديو لهم بينما ينتهك سجناء آخرون جنسيا عن طريق الاعتداء عليهم بوسطة قطع خشبية ومعدنية حسب ما قال رجل يبلغ من العمر 45 عاما اعتقل أكثر من عامين الوكالة قالت في تحقيق إنها انتزعت اعترافا من مسؤول أمني سابق تورط في عملية تعذيب حيث أوضح أنه يتم استخدام الاغتصاب كوسيلة لإجبار المعتقلين على التعاون مع الإماراتيين في التجسس وأشار إلى أنه في بعض الحالات يقومون باغتصاب المعتقل وتصويره واستخدام الفيديو كوسيلة لإجباره على العمل معهم فما الذي تريده الإمارات من اليمن حتى تلجأ إلى عمل سجون خاصة أشبه بجوانتنامو وأبو غريب؟ سؤال ورد على لسان الكثير من المتابعين وما هو أهم من ذلك إلى متى ستستمر الإمارات في هذه الانتهاكات الجسيمة ضد اليمنيين؟